تيجي زوجته تقول له عايزين نشتري حاجة يقول لها تجيب ياب كامل فيفضل يفاوض معها فتقول له انزل اشتريها انت بق يعني اوه بيفاوض معها ليه ده هي مش هي الباقع ده هي زوجته فيفضل يفاوض معها يفاوض معها نجيب طاقم لا نجيب نص نجيب كرسيين نجيب معرفش يفضل يفاوض معها ليه هتبت فاوض معها لانه هو متعود انه هو يفاوض في اي حاجة فمع زوجته لا انت مع زوجتك انت عايز تحميها ترعاها عايز تسعيدها تريحها فانت في البيت بتريح في الغد بتفوض عشان تقلل التكلفة انما في البيت بتريح اه صحيح ممكن تقلل تخيل السنة اللي بقول لكم عليها دي انه هو في البيت برضو في كتير من يوم كل همه يقول اقل التكلفة مع ان تقليل التكلفة ده الزوج تقول انا عارف انه هو حنين بس ليه كده حاسة كأنه بخيل ويتيجي تتردد هو بخيل ولا حريص مش عارف لانه هو مش عارف يفصل ما بين اللي هو بيعمله في الشغل وبيعمله في البيت عشان جدستينا عائشة لما بتحكي عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نتحدثه معه شوف كده الكلام ويتحدث معنا كلام كده لطافة وجمال لدرجة ان السيدة عائشة تقول ايه لم يفايق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة الا هو بين صدري ونحري قادينا وكتير تتكلم على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجرها حتى حضرت النبي يقول ايه حتى حضرت النبي يقول ايه لا يتحدثون عن عائشة فما كان الوحي ينزل علي الا وانا في حجرها فالسيدة عائشة بتقول كنا نكلمه ويكلمنا حتى اذا اقيمت الصلاة لما تقام الصلاة بقى ايه قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ليه خلاص هو دلوقتي خارج للصلاة فلا خلاص قلبه تملأ خشوع ورايح يقاب المولاه وكمان بيقود الناس كلها الى رب العالمين اه ده حاجة تانية خالص وعشان كده تعالوا نعمل شوية حاجات كده تخلينا اقرب الى هذا الى ترك نفسية الموظف وترك نفسية المدير تعالوا نقفش نفسينا واحنا نتعامل بنفسية بنفسية الايه بنفسية الايه المدير او الموظف نقفش نفسينا نقبض على نفسينا واحنا بنعمل الكلام ده خاصة في حياتنا الاسرية فنشوف نفسنا ونمسك نفسنا نرصدها واحنا بنتعامل ازاي بهذه النفسية في حياتنا الاسرية فلما نقبض عليه نعمل ايه بقى نترك الكلام ده يبقى ارصد قد ايه بتتعامل بنفسية دورك في العمل في حياتك الأسرية مع الناس فلما تقفش نفسك بتعمل الكلام ده إيه اللي حصل؟ توقف تاني حاجة كل ما تلاقي نفسك في موقف بتتعامل بنفسية الموظفة أو نفسية المدير استبدل ده فوراً بسلوك يتناسب مع الدور اللي أنت بتأديه في بيتك فلو لقيت نفسك مثلاً بتتعامل بالشخص الحازم القاسي اتعامل بإيه؟ بالمنصد اسمع وكمان خلي أولادك يشاركوك وعلى طول أخرج من الدور ده واستبدله بسلوك يتناسب مع أولادك يتناسب معك كأب يتناسب مع زوجتك كراعي ليها تالت حاجة وده شيء مهم جداً دايما نازع يا ربنا إنه يعلمك إزاي تعيش الحياة وإزاي تكون عبد متقدم مع مولاك تنزل حيث أنزلك مولاك وأقامك الحاجة الرابعة والمهمة لازم نتعلم كل دور من الأدوار محتاج تعليم عارف أقول لكم حاجة ليه ساعات بنسحب دورنا في الشغل على دورنا في البيت عشان دوت زي ما بيقولوا ده لكم فارتزون منطقة الأمان إحنا شطرين في الشغل فعايزين نبقى شطرين في البيت فبنعمل اللي إحنا شطرين فيه في البيت بس ده ينفع؟ لا ما ينفعش اللي ينفع نعمل إيه؟ نروح نتعلم نتعلم مهارات الحياة مهارات الحياة في البيت غير مهارات الحياة في الغيط لازم نتعلم إزاي نبقى أباء لازم نتعلم إزاي نبقى أزواج وكل مرحلة من مراحل حياتنا بنحتاج لتدريب ونحتاج لتعليم لو عملنا ده أنفضل يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كل ما نتعلم ربنا يرفع عنا ويرفعنا ونيرى تدبير الله لنا يا رب وفقنا ونسعدنا إن إحنا دايما نكون في ترقي وتكون حياتنا في أمان في سلام نكون في حماك وحمى أنوارك الجلية عندما نتعلم كيف نكون على أخلاق سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم